دار إلى الصابئة الرأس الصابئة الآن صابئة موجودون في العراق موجودون وهم يعتقدون أن نبيهم يحيى ابن زكريا طيب ولهم ممارسات خاصة موجودون الآن فبدأ يناظر كبيرهم واسمه عمران عمران الصابي رأس الصابئة ظل يتناقشان ويتناقشان إلى أن قرب أذان الظهر سمع صوت الأذان الإمام عليه السلام وهذا في تعليم لنا أيضا أيها الأحبة أيها السادة أيها الأخوات المؤمنات فلما سمع الإمام الرضا عليه السلام قال نقوم إلى الصلاة قال له عمران الصابي يا أبا الحسن الله الله في أنا الآن وصلت إلى قريب الاقتناع ما باقي إلا شوية بس كمل حسب التعبير ذبحني على القبلة وقوم الآن وصلت إلى قريب الإيمان بما تقول بي أخاف لما نقوم وينفض المجلس الشيطان يجي إلي فكمل علي قال لا نداء الله أو لا بالإجابة أي واحد مننا لو في مثل هالموقع يقول لا لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس الصلاة لاحقين عليها ما بتشرد إلى المغرب موجودة لكن لا هذا معناه لما هذا عمران الصابي وغيره يشوف أن الإمام الرضا عليه السلام لا يشغله شيء عن صلاته في أول وقتها معنى ذلك أن شدة تأثير النبي المصطفى وتعاليمه إلى هذه الحالة كأن ما واحد بشكل تكوين يقوم ما يملك إرادة لازم يتحرك باتجاه الصلاة ما يتساهل فيها ما يتأخر ما يتردد أبدا وكأن الإمام عليه السلام أيضا ضامن أن هذا الإنسان اللي وصل إلى هذا المقدار أيضا سينتهي أمره إلى الإيمان قال لا يا عمران أنا أقوم أصلي وبعد ذلك نستأنف المجلس بالفعل قام يعني عمران يا عمران تتوجه أنا أحترم صوت المؤذن المؤذن محج فلان المؤذن هذا يعبر عن الله عز وجل يقول حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل هذا نداء إلهي ولكن بلسان زيد من الناس قام الإمام الرضا صلى صلاته رجع التأم المجلس استمر الإمام الرضا عليه السلام ما مرت إلا هنيه وإذا بعمران الصابي قال له يا سيدي أوضحت لي الحق والمنهج وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك محمدا رسول الله أشهد